السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا وسلام بكم يا جماعة. ان شاء الله رب يكون الجماعة بصحة وقر وعافية. فيديو جديد ودرس جديد. ابنى بنبدأ الدرس ما تنسى اشتاعمل سابسكراب للقناة شير لايك كومنت ونبدأ الدرس. ده ايفون ايت بلس هوا يا جماعة بتاع زيبون. زي ما انتم شايفين ده ايفون ايت بلس. تمام? اه فاصل باور. وزي ما احنا شايفين مع بعض يا جماعة نبدأ اشغل التليفون دلوقتي على الباور سابلاي. وزي ما احنا شوفنا مع بعض التليفون ساحب واحد وتمانية يعني واحد وتمانية ده ساحب كبير جدا وعالي جدا يعني. فهنشوف مع بعض دلوقتي بالترتيب ولكن هنفتح التليفون هنشيل البور ده من الهاوسنج وارجع لكم تاني في اسرع وقت. وشيلت البور ده يا جماعة زي ما انتم شايفين من الهاوسنج وكان آآ فيها شغل طبعا يعني حد اشتغل عليها زي ما احنا شايفين مع بعض في الكابتون اللي هو الاصفر ده محتوط. دي طبعا دلالة مهمة ان في حد اشتغل وفي مكسف جنب فهنشوف مع بعض دلوقتي بشكل سريع. طبعا انا عايز اوريكم العطل بالزبط بالترتيب بصرف النظر حد اشتغل عليها او لا. يعني انت لازم ان تعرف الموضوع من البداية للنهاية وبالترتيب الممل. وبالتفصيل الممل. مفيش حاجة اسمها بالترتيب الممل. حاجة اسمها التفصيل الممل. فبالتالي تابع معايا بالزبط اه وهنشوفوا الطريقة مع بعض. يعني وصلنا على الجهاز اولا البوردة اول ما شلنا طبعا الجهاز من اول خطوة مفروض تعملها اللي انت توصلها وتشوف هل الساحة بتغير هل آآ مازال مستمر يعني برضو ممكن يكون فيه مكون راكب على البردة في الهاوسنج يكون فيه مكون راكب هو اللي بسبب المشكلة دي طبعا لو فيه شرط. فبالتالي لازم اول خطوة تعملها اللي انت تجرب الجهاز بعد ما تشيل اه من البوردة او ما تشيل البوردة من الهاوسنج. انا قلتها صح المرة اللي فاتت بس المرة دي غلطت فيها برضو. طبعا زي ما احنا شايفين اهوت مالك الراجينة. حطينا الراجينة بتاعتنا. طبعا في اكتر من حاجة ممكن تشوف بها الموضوع ده على سبيل المسال الكاميرا الحريرية واخيرا الراجينة طبعا انا حطيت الراجينة عشان هي الاكسر استخداما والمتاحة عند اغلب الناس. يعني بالتأكيد هتبقى متاحة عند الناس كلها. فبالتالي انا استخدمت الراجينة. واول ما شغلت التليفون على والسحب اللي حصل اللي هو واحد وتمانية ظهر معانا السخنية في الجزء ده. زي ما احنا شايفين الجزء اللي فيه الحرارة. هنروح دلوقتي على المخطط ونشوف مع بعض الجزء ونحصر الجزء آآ اللي فيه السخنية عن طريق المخطط. على سبيل المسال انا ضغطت ضغطة هنا كده على الباور سابلاي او الجزء بشكل تقريب كده الجزء اللي كان فيه الحرارة فيه اكتر من نقطة تحت الاي سي فانا باخده واحدة ومن ثم بشوف هل فيه شرط على المصار ده ولا لا. عن طريق اللي انا بقيس اي مكسف على المصار ده او اي مكون على المصار ده اقدر ايسه وعلى وضع الجرس وشوف هل فيه شرط في المصار ده ولا لا. وعلى سبيل المسال الحرارة كانت موجودة في الجزء آآ على الشمال في الاي سي. فانا ضغطت كده جاب لي كزا مصار اهود زي ما احنا شايفين على المخطط في اكتر من مصار. فانا هروح دلوقتي على الميكروسكوب وروح ايس على اي مكسف في المصار ده. وزي ما احنا مع بعض دلوقتي هل لاحظ هل فيه آآ جرس ولا لا. طبعا زي ما احنا شايفين على ما فيش جرس. يعني فيه جرس من ناحية الارضي وفيه جرس آآ من ناحية الارضي فقط لغير ما فيش جرس من ناحية التانية فبالتالي نستبعد المصار ده كده. المصار ده كده سليم بشكل كبير وآآ بالتأكيد ما فيوش اي مشكلة. ده مصار التاني خلاص هوت. طبعا العطل ده يا جماعة عطل منتشر وفيه ناس كتير سألت عليه بالتأكيد. وآآ قولوا المكون بيسخن. بصرف النظر طبعا يا جماعة المكون اللي بيسخن. هل هو اي سي باور? هل هو التوتش اي سي? هل هو اوديو اي سي? اي مكون بيسخن آآ من مجموعة الايسهات ما تتجهش اليهم بشكل مباشر. يعني ما تروحش للاي سي ده او المكون ده وتقول لا ده انا روح ارفعه وآآ خلاص الموضوع كده منتهي. لا ده انا عايز احصر الشورت فين بالزبط? او حتى لو هو تحت الاي سي يبقى انت عرفت ان الشورت ده تحت الاي سي ودي اتأخر خطوة انا اعملها. فبالتالي انا باخد الطرقة ديت. يعني انا عارف العطل فين. يعني انا شغل دلوقتي كنت عارف ان فيه جرس هيحصل معايا على المصار اللي عايطلع فيه شورت. ولكن انا حبيت اللي انا وريكم الطريقة اه على سبيل المثال. علشان لما يجي لك المشكلة دي تقدر تتبع نفس الخطوات. وتكون الموضوع فهمه بشكل كبير وبنسبة مية في المية. فبالتالي لو جالك بردة مش شغالة طبعا فيها حالنقطة برضو مهمة حبيت ان انا هو فيها. ايه اللي ساعدني في الموضوع ده? اللي ساعدني في الموضوع ده ان فيه حد كان شغال وفيه مكسف زم احنا شايفين متشهال. فبالتالي المكسف ده عمل لي اه يعني اصار او قطع علي مثلا اه تسعين في المية من العملية البحث. فبيقول لي انا هو انا فيها شرطة او تعالى وفيه حد كان شغال قبليك. وشال المكسف ده على سبيل ان هو ده المكسف اللي فيه شرط. فبالتالي اه ديت حاجة كويسة طبعا لما بيبقى فيه دلالة عن مكون تالف. فبتساعدني طبعا بنسبة كبيرة. طبعا من ناحيتنا او ازا احنا شايفين من ناحية دي تعطيني تسعة اه قوم. طبعا اه يعني قريب جدا للارضي من ناحيتان. مع وجود جرس طبعا. ومفروض المصار ده ما بيديش جرس من ناحيتان طبعا على على اي بردة حتى لو سليمة بس ولكن علشان برضو وريكم الموضوع جبت بردة تانية وهيس من ناحيتان. من ناحية قريب للارضي والناحية ما فيش اي مقاومة. ليه انا عملت الموضوع ده علشان فيه بعض المصارات برضو الناس بقى بيحصل عندها خلط مصاري اللي بدي جرس من ناحيتان ومقاومته بتبقى قليلة جدا وريبة من الارضي. وكانت تصل مسلا للمقاومة اللي انتو شفتها دلوقتي اللي هي تسعة اوم. فبالتالي انا جبت برضو بردة تانية علشان ما تقعش في الفخ. تمام? هو فيه مصار واحد فقط لا غير على الايفون. وعلى الكمبيوتر كمان مصاري جي بيو لو انت جيت اس تو على حتى اللاب توب في الكمبيوتر هيدي الجرس من ناحيتان. فتقام وتقعش في المشكلة دي. وفيه هنا اكتر من مكسف جنب الهارد ديسك. فانا حصرت الموضوع كله ان المكسفات اللي انا هروح اشتغل فيها هي المكسفات دي. تمام كده? بصرف النظر انا هروح اعمل عملية حقن. او هروح بحث. لا انا هروح اشيله على طول بشكل مباشر. واشوف اه النتيجة بعد كل مكسف انا هرفعه. لان هو الموضوع كله كان مكسف. وبالتأكيد برضو انا مش هروح اشيل المكسفات كلها اللي في المصار ده. واجرب. لا دي انا روحت اعملت حاصر كده للمكسفات اللي كانوا جنب المكون اللي كان فيه الشورت. اه او المكون اللي الشخص كان شايله. فبالتالي بالتأكيد اه هشتغل بطراء عشوائية هنا. تمام? بدون عملية حقن. بدون عملية اي سي اي سي مسلا بالافو میتر او اي طريقة. لا انا مواريك الطريقة التقليدية الشعبية اللي هي يعني وان تو تري. هتروح هتشيل مكسف وتقيس. تشيل مكسف وتقيس. ولكن كانت الدلالة المهمة ليا ان المكسف كان هو في مشكلة ظاهرية. فانا مش هروح برضو على المصار ده والمكسف شكله سليم. وانا روح اشيله. لا ده انا روح هشوف اسوأ مكسف بالشكل. وروح ابدأ اللي انا شيله. وبالفعل اقول ما شيلنا المكسف المشكلة اتحلت وانا روح اشغل الجهاز دلوقتي. على البورصة بلاي. تمام? طبعا السحب كان بيحصل بعد الضغط على البور على طول. فانا هنبدأ دلوقتي نضغط ونسمي الله نتوكله على الله بسم الله. ونبدأ عملية التشغيل آآ ونتوكل على الله. وبدأ ان عملية التشغيل هاي زي ما احنا شايفين. الصح بطبيعي جدا يعني ستين سبعين وهكذا الغيط وصل الواحد وعشرين. فانا هجيب شاشة دلوقتي واجرب الجهاز طبعا على شاشة. شانا وريكم الموضوع سهل جدا. موضوع في منتهى البساطة. درس كده سريع. خفيفة على حضراتكو. طبعا انا بنوي برضو بن كوسين. ان شاء الله الفترة اللي جاية هيبى فيه فيديو كل اسبوع او اسبوعين خاص بالدروس التعليمية. آآ لإفادة اكبر قدر ممكن طبعا من المبتدئين. للأسف الشديد اغلبنا او انا اتكلم عن نفسي. كنا مركزين الفترة اللي فاتت اللي احنا نعمل آآ شو او عرض. آآ انا واحد من الناس مش مش عن نستبعد نفسي من الموضوع ده. وكل الناس عادة. لا. ونسينا ان هدف القناة ان آآ او هدف اغلب القناة المعمولة ان احنا بنعمل عملية دروس آآ تعليمية وبينفيد الناس من الموضوع ده. فبالتالي اغلب الناس اللي كانت داخلها تتفرج على الفيديوهات بتبقى داخلها علشان آآ تتعلم. مش داخلها عشان تتفرج واو ايه ده اللي بيعملوا آآ مفيش الكلام ده. فان شاء الله فيه فيديو آآ كل اسبوع على قد ما اقدر ان شاء الله لو فيه فرصة ان انا هنزل فيديو كل اسبوعين تلاتة هنزل فيه قصدي قصد اللي انا هنزل تلاتة آآ فيديوهات كل اسبوع. آآ ان شاء الله هعمل كده. آآ بحيث اكبر قدر من الناس يستفاد. طبعا احنا شغلنا الجهاز زي ما شفتم آآ والموضوع انتهى وانا كنت برقص زي ما انتم شايفين في الشاشة كنت برقص الله هيه الله هيه. واسيم طبعا واقف ورايا وبرائبنا هوت. قاعد طبعا يقرب مني ومش عارفت ايه عايز تشوفوا العطل بتحل ازاي. وبعد ما وصلنا نهاية الفيديو يا جماعة احبب لكم كل صوت طيبين وما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان ده بيساعد في نشرة الفيديو وسبسكرايب للقناة لو انت لسه ما عملتش وفعل الجرس عشان يجي لك اشعارات اول باول لكل فيديو جديد بينزل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام.